في الرياضة أهلت الأوكرانية يلينة سفيتولينا المرشحة الرابعة للقب إلى ربع نهاي بطولة أستراليا المفتوحة لتينيس عقب الفوز على تشيكية دينيسا أليرتوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3-6-0 في مباراة استغرقت 57 دقيقة وعادلت سفيتولينا أفضل نتيجة لها في واحدة من البطولات الكبرى واستمرت في صراعها على صدارة تصنيف الذي تتصدره حاليا الرومانية سيمونة هاليب وستواجه سفيتولينا في ربع النهاية البلجيكية إليسي ميرتينز المصنفة 37 عالميا والتي تأهلت إلى ربع النهاية بعد الفوز على الكرواتية بيترا مارتيتش بمجموعاتين دون رد بواقع 7-6-7-5-7-5 أنا أتوجه إلى الميدان للعب التنس أقول دائما أنني لا أفكر في من هو على الجانب الآخر من الشبكة لدي خططي الخاصة أخرج وأواصل كفاحي وأبذل قصار جهدي بالنسبة لمنافستي أنا أعرف تكتيكاتها لأننا لعبنا بالفعل مباراة واحدة من قبل أنا أعرف ما يمكن توقعه مهمتي الرئيسية هي أن أكون مستعدة